تدخلت الشرطة السودانية اليوم الأحد لفضل أحداث عنف طلابي في جامعة الزعيم الأسهر بالعاصمة الخرطوم وبحزب مصادر مختلفة فإن الحادثة تعود إلى اندلاع اشتباكات بين طلاب إسلاميين مع كوادر يقال إنها تدبع لقوى إعلان الحرية والتغيير حاولت اقتحام منبر طلاب الحركة الإسلامية بجامعة الزعيم الأسهر فيما كشفت مصادر أخرى عن استخدام الطلاب لأسلحة البيضاء الأمر الذي أدى إلى سقوط إصابات بعضها خطرة فيما يتحدث البعض عن حالة وفاء لم يتم التأكد منها وكانت الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات الطلاب وتنذر الأحداث بإغلاق جديد للجامعات الحكومية قبل أيام من إعلانات بفتح عدة جامعات منذ ديسمبر العام الماضي اشتركوا في القناة